السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معاكم مازن المصر تحياتي لكل المتابعين فيديو جديد عن اهم واخطر الموضوعات في هذه الساعة من صباح اليوم الجديد وهو يوم 3 نوفمبر او 13.2022 بكلم حضراتكم في الساعات الاولى من صباح اليوم الساعة بتوقيت مصر اربعة صباحا النهاردة هنتكلم عن اشياء خطيرة وفي غاية الخطورة حصلت منذ قليل اولهم زلت لسان من بايدن بعدين هنشوف بايدن مرتين يغلط مرة بيقول ان ابنه مات في العراق ومرة تانية هنشوف اليه والحاجة الاخطر والاهم هي الصواريخ التي اطلقها منذ قليل كوريا على اليابان وقعت على اراضي اليابان خلاص يعني احنا هنشوف التفاصيل علشان بس بقاش نطول على حضراتكم فضلا وليس امرا كل اللي مطلوب من حضرتك تقديرا للمجهودات دوس لايك للفيديو حابب تشترك او لا ده برحتك على حسب يعني اما انت عجبك المحتوى او لا فدي حاجة ترجع لكم زلت لسان من بايدن حول حرب العراق تصير تفاعلا على تويتر وهذا ما قاله عن ابنه الراجل ده كلمت عنه قبل كده الزهايمر يعيني واكل دماغه طبعا احنا مش بين التاريق على حد ولكن ده رئيس جمهورية يعني مفروض كل كلمة بيقولها بيحاسب عليها فصارت زلت لسان الرئيس الامريكي جو بايدن حول حرب العراق تفاعلا يوم الاربع على مواقع التواصل الاجتماعي وقال كبايدن كلمة في مناسبة تتعلق بحماية الامن الاجتماعي والرعاية الصحية وقال في كلماته التضخم مشكلة عالمية اليس كذلك؟ بعدين قال بسبب الحرب في العراق وتأثيرها على النفط وما تفعله روسيا ده حسب ما هو قال بالزبط وبعد كده ادرك ان اللي بيقوله ده اي هرتله وخلاص بيقول اعني الحرب في اوكرانيا وفكر بالعراق لان ابني مات هناك يعني برضو الراجل ده بيقول حاجات غريبة كده واعاد عددا من المغردين نشر هذا المقطع على مواقع هذا المقطع وموجوده الناس قاعدت تتكلم عليه من ضمنهم واحد بيقول بايدن اسمه عمر بيقول بايدن بيخطئ بوصف حرب اوكرانيا بقوله حرب العراق يعني هم من كتر ما بيفكر فيها العراق واللي عملوه في العراق بيقول لعنة العراق تمزج ضميركم وتعيشون اثارها يعني في ناس بتقول اخر ابداعات جو بايدن والتدخم مرتفع بسبب حرب العراق يعني الراجل برضو بيتاريق عليه ارتفاع الاسعار الان بسبب الحرب في العراق بعدين قال اسف الحرب في اوكرانيا طبعا يعني الناس كلها مسكتوا تريقة لسه هنشوف برضو قال ايه تاني قال كلمة موشينة جدا هنشوف قال ايه هنشوف بقى قال ايه تاني زي ما بقول لحضراتكم فيليو مليان اخطاء بايدن بيخاطب المثليين والسادة يعني ايه بقى المثليين والسادة كل الناس عارفة السيدات والسادة ده في بداية كلامه خاطب الرئيس الامريكي جو بايدن جمهور الديمقراطيين اقل من اسبوع يعني في انتخابات التجديد النصفي بكلمات وكأنها يعني بيقول كلمات يعني غريبة جدا بيقول جايز ان جنتلمن يعني معناها بالعربي المثليين والسادة هو مفروض يقول لادز ان جنتلمن يعني ايه بيخاطب المثليين خلاص يعني ده بقى خطأ منه قصدها ما تعرفش يعني انا سايب حضراتكم يعني التعليق لحضراتكم طبعا عارفين الراجل ده سنه كبر وخلاص يعني هو من اليوم في المامشة يكمل ولكن يعني انا مش عارف اقولي بصراحة اخر حاجة من ساعة واحدة بس على موقع قناة روسيا اليوم هنشوف بقى ليه بايدن بيحذر من امر سيؤدي الى فوضى كبيرة في امريكا وحذر الرئيس الامريكي جو بايدن من ان رفض بعض المرشحين الجمهورين قبل نتائج انتخابات منتصف الولاي ومهد الطريق للفوضى وفي مكتطفات من خطابه خطاب ساولكي يعني في وقت اللاحق نشرها البيت الابيض هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في امريكا لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخدونها واضاف يمهد ذلك الطريق للفوضى في امريكا وهو امر غير مسبوك وغير قانوني وغير امريكي هذه برضو حاجات من الحاجات الغريبة امريكا هل هتشهد فوضى خلال الفترة القادمة هتشهد بعض السورات الله اعلم هذه النبأ العجل لسه زي ما بقول لكم نازل من 14 دقيقة بالزبط من قبل تسجيل هذا الفيديو بيقول اليابان على لسان اليابان يعني كوريا الشمالية اطلقت سلاسة صواريخ باليستية حلق احدهما فوق اراضينا قالت الحكومة اليابانية ان كوريا الشمالية اطلقت سلاسة صواريخ باليستية مر احدهما فوق اليابان قبل ان يسقط في المحيط الهادي اليوم الخميس وهو ثاني دلوقتي حالا وهو ثاني صواريخ يحلق عبر ارخبيل البلاد في قدون شهر موضوعات مقترحة من الحكومة ان الصاريخ سقط بالفعل في البحر بعد ان حثت في وقت سابق قال السكان في بعض المخطعات الشمالية والشرقية على البقاء في منازلهم يعني خلاص يعني شغلوا الانذار وقالوا الناس عدوا في بيوتكم وفقا لوكالة اسمها كيدو للانباء وفي وقت سابق قال الجيش الكوري الجنوبي ان بيونج يونج اطلق صاروخا باليستية انتجاه بحر اليابان المعروف ايضا باسم بحر الشرق ونقلت وكالة يونهاب وجبنا لحضراتكم التفاصيل كلها ساعد هم عايزين ايه بقى يعني هل اليابان كده بتعمل اللي عليها بتقولك يعني ان هم اطلقوا سلاسة صواريخ باليستية واحد فيه موقع علينا خلاص يعني الناس بتقول وبتناشد العالم هل بقى تبدأ حرب مش هتبدأ اتهمت كوريا الشمالية البلدين بالاستفزاز العسكري المتهور وهددت باتخاذ اجراءات مضادة انا شايف ساب حضراتكم التعليق هل هنشوف خلال فترة لكن دي من اخطر الحاجات عايز اقول لحضراتكم يعني اذا كنا احنا بنجيبها عابرة كده ولكن بالفعل دي من اخطر الحاجات اللي بتحصل في هذه الايام لان انت ما تضمنش رد فعل اليابان ممكن يكون ايه في اي لحظة ده بيحصل معاها دلوقتي وما ردتش لكن تخاف انت من اللي مايردش ممكن يكون لهم رد فعل غريب جدا وممكن نشوفه في اي لحظة وانا بتوقع ده ان بيحصل في اي لحظة كده هيقدمو لك صاروخ على طبق من دهب ويقول لك خلاص ما احنا نبهنا كتير وتكلمنا كتير وارد وارد يحصل وانا لا اتمنى ذلك مش عشان انا بحب كوريا ولا بكره اليابان ولا الكلام ده كله ولا حبا في امريكا لكن ما فيش حد فينا مستفاد يعني كلنا محدش ولا انا ولا انت مستفادين من الحرب اللي حصلت في كوريا ولا اللي حصلت في اليابان ولا اللي حصلت في روسيا ولا اوكرانيا ولا الكلام الفاضي ده كله بالعكس ده كله بيجعلنا كلنا بالسلب وكل مرة بتكلم فيها بقول هذا الكلام حاجة من الحاجات المؤسفة والمحزنة برضو الكوليرا الكوليرا ده كنا بنسمع عنه زمان ولكن في دول عربية تسمعني دلوقتي آآ لسه لحد دلوقتي عندها تفشي آآ هذا المرت في تسعة وعشرين دولة بالعالم وهو اعلى رقم بالتاريخ كشف دكتور اسم محمد ده المدير الاقليم الشرق المتوسط آآ خلال مؤتمر صحفي قال لتفشي كورونا بالنسبة لهذا التفشي يعني انه بعد عقود مرت دون حالة كوليرا واحدة زي ما بقول لحضراتكم لكان العالم خلاص انتهى جاءت الفشي التي اعلن عنها مؤخرا في لبنان وسوريا لتشير العودة مشؤومة للكوليرا في هزين البلدين والمؤسف ان هذه العودة تأتي ضمن نمط متفاقم في جميع انحاء الاقليم والعالم حيث يأن 8 بلدان من بين 22 بلد في اقليم تحت وطء التفشي الكوليرا والاسهال الماء الحد يعني والعياذ بالله احنا بنجيب لحضراتكم هزي الانباء ولكن قلوبنا معكم ومع كل الناس اللي فعلا بتعاني من هزي الامراض لان بجد يعني العالم مش نايس العالم الناس فعلا بتبقى تعبانة ومددايقة ومخنوقة ايه بقى اللي احنا فيه ده دلوقتي كمان هو احنا نقصين كوليرا وتفشي الامراض فيه بلاد مش نقصة يعني اذا كانت لبنان ولا سوريا بالفعل البلدين دول اصلا لوحدهم من غير كوليرا مش نقصين كفاء الاقتصاد وكفاء الحروب وكفاء المأساة للبلاد دي عيشها يعني ان شاء الله ربنا كبير وتشفى كل البلاد من هزي الامراض ويعود العالم نقي يعني احنا قبل خمس سنين قبل ثلاث سنين قبل سنتين ما كانش فيه الكلام ده كله لكن اليومين دول يعني ان شاء الله خير باذن الله شكرا اسيبكم على خير واشوفكم على خير ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيات واكتب لنا في التعليقات الله اكبر الله محبة علشان الكل يستفاد باذن الله من كلمة ربنا شكرا اسيبكم على خير اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته